سيادة الرئيس من شوية استقبل نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني في مطار القاهرة هذا الاستقبال زي ما حدرتكم شايفين وفيه إجراء مباحثات لتعزيز العلاقات الأخوية وعملوا مؤتمر صحفي سيادة الرئيس والرئيس ولد الشيخ الغزواني عملوا مؤتمر صحفي والحقيقة كان مؤتمر ودي جدا وكان فيه يعني كلامه تبادل واحترامه تبادل وهو الأخو فدايما العلاقات العربية العربية لما يكون فيه يعني مباحثات أو يكون فيه استقبال لرئيس عربي هنا دائما تبقى العلاقات العربية العربية في الأساس وبنفس الوقت سبل دفع عاليات العام العربي المشترك والحفاظ على وحدة الأمن القومي ووحدة وسيارة ومتقدرات الدول العربية حقيقة ده شيء مهم جدا احنا بنقدره بنقدر أي تقارب عربي بتشوفه الدولة المصرية في هذا الإطار وكل احترامنا وتقدرنا للإدارة المصرية والإرادة المصرية في هذا الأمر لا مزايدة في هذا المجال لأنه ملف السياسة الخارجية الحقيقة يعني من فترة كبيرة كان فيه شوية خبوط الحقيقة منذ تولي سادة الرئيس 2013 و2014 و2015 و2016 يعني نقول مثلا 2014 لحد النهاردة والملف الحقيقة ملف عامر جدا بالتقارب ملف عامر جدا بحل المشاكل ملف عامر جدا بمد جسور التعاون ما بين مصر وما بين كل دول العالم وما فيش دولة استثناء بما يتواءم مع مصلحة الدولة المصرية وقلت لحضراتك قبل كده أنه سادة الرئيس كان بيقول لي نحن بنتعامل مع هذه المشاكل وهذه الأزمات وهذه الأمور بسياسة الحقيقة يعني سياسة فيها شرف فيها شرف فالحقيقة أنا يعني أقدر دايما الدولة المصرية في هذا الإطار لا نتدخل في أمور دولة ولا نتدخل في سياسة دولة حتى حصل السودان في الأخيرا يعني كل المؤشرات سادة الرئيس أكد قبل كده والدولة المصرية أكدت قبل كده أنه هذا الأمر مطروك للشعب السوداني فاحترامنا وتقدرنا لهذه الزيارة في هذا المتابع